نعلا الفترة اللي جاية فترة حاسمة تقريبا من النهاردة لحد يوم 27 اللي هي المفروض زي ما اعلنت لجنة المسؤولة عن اتحاد الكرة ان ده اخر يوم في ماتشاة الدوري فترة حاسمة لان شاء الله الحصول على رقب الدوري النازل تم الماتشاة يعني اولا حاجة تقال نهاية المارسون خلاص المارسون الدوري انت خلاص زي ما كنت عارف انت علعبك كو كده انت خلاص في اخر 100 متر انت خلاص في النهاية اللي هو المبارات اللي هي الحاسمة خلاص ان شاء الله تخلص على خير يا رب المبارات بيقى صعبة جدا خصوانا دايما فيه منافسة بين الاهل وبين المنافسة تخليد زي مالك بتبقى كل مبارات لوحدها بطولة ودعيب تنادي الاهل وجهاز الفن وجمهير وعارفين مدى همية المبارات دي يتعاملوا ازاي مع المرحلة دي كده يتعامل مبارات كوس كل ماتش بماتش انت النهاردة مبارات كاس ان شاء الله تكسبها مبارات قادمة نفس الكلام ايمن لهو ده الفكر هتأخذ ان شاء الله نبقى نهاية الدوري ان شاء الله ده رعبة في النادي الاهلي وان شاء الله رب العمين هيحصل لان المبارات دي مش قبل الحيبة ايمن استحمل الضغط ده لان مش كتير قوي بيجي للاهل والزمانك في الاخر على المبارات المتوقية مش كتير قوي ده مكان الاهل بحاسم الدوري من فترة من كذا ماتش لكن الموسم اللي استثناء في كل حاجة ده لا يعني وصنا لنهاية ان خلاص من النهاردة السباق بدأ يعني السباق بدأ النهاردة على المبارات القادمة كل مبارات واحدها تلات نقاط بين قوسين ومبارات كاس هو ده تفكير يجي خش به يعني كل ماتش بطولة كل ماتش بطولة والواحده خلاصة ان شاء الله النهاردة ودي يجل ان شاء الله يا رب بنكسب ونعد على خير غيره هلعب على المبارات القادمة بطولة اه الفترة يا بس مشكلة فترة رؤية جدا لكن اعتقد الفترة محتاجة تطحية دايما بطولات ايمن وحاجات المضغوطة دي محتاجة تطحية نعيب الناد الاهل عارفين اهمية بطولة الدور العام دي بطولة محببة للناد الاهلي وجماهيره اه الحمد لله اخدوا كل البطولات وافرقية وكل حاجة لكن دايما بطولة الدور العام لها لها طعم مميز كده هم اللي الجماهير بتحب الدرع الدوري موجود في الناد الاهلي فان شاء الله بيكون التركيز على مبارات القادمة مبارات كؤوس تتلاقي بكل ماتش كل مباراة على الوحدها خالص ان شاء الله نحسب بها الدورة